أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد وسلسلة جديدة وموضوع هذه السلسلة هي لارفال مشاريع عملية أو مشاريع مصغرة وسنقوم بهذه السلسلة بفهم المفاهيم لارفال الأساسية من خلال المشاريع المصغرة كاسم السلسلة نفسه سيكون هو محتوىها وقبل أن نبدأ أريد فقط أن أخبركم بعض النقاط فأكونوا صبورين معي قليلا لأنني سأتحدث قليلا عن طريقة عمل هذه السلسلة وكيف يمكن أن تتعلم معي فيها أو من خلالها فبداية المستوى المطلوب للتعلم معي أكيد هو أن يكون لديك معرفة بتطوير الويب على أقل تقدير معرفة أساسية فأنت تعرف كيف تستخدم CSS تعرف كيف تستخدم JavaScript وأيضاً تعرف أساسيات PHP وتعاملت معها مسبقاً يعني تعرف أن تكتب الأشياء الرئيسية أكيد لا يوجد معرفة مطلقة ليس المطلوب منك أن تكون خبيراً أبداً بأي واحدة من هذه التقنيات أو أي تقنيات أخرى المطلوب منك أن تعرفها وأنك استخدمتها مسبقاً بشيء معين الموضوع الثاني بالنسبة لليريفال فمطلوب منك أنك أنت تعرف كيف تثبتها فأنا لن أشرح كيف نثبتها فأنا أفترض أن التثبيت لديك وسنبدأ من الخطوة رقم واحد يعني سنبدأ من التثبيت الآن أنا ثبتتها هي موجودة وسنبدأ من هنا فبالتالي هذه الخطوة البداية بهذا المشروع بالنسبة لطريقة تثبيتها إذا كنت لا تعرف وتريد تثبيتها فعليك الذهاب إلى التوثيق الخاص في الموقع وتبحث عن الطريقة المناسبة لك هناك عدة طرق طرق إذا كنت تستخدم ويندوز أو لينوكس أو أي نظام تشغيل فهناك لكل نظام طريقة أو عدة طرق يمكنك أن تختارها وتبدأ معي من هناك بالنسبة لي أنا قمت بتثبيتها بواسطة سيل وجدت هذه الطريقة مناسبة لي فبالتالي أنا أستخدم حاليا هذه الطريقة مع دوكر كونتينر وبالنسبة لي هذه الطريقة هي الأسهل بالنسبة لي على الجهازي أنت بالنسبة لك سيكون لك طرقك المفضلة والطرق الأخرى المهم أن يكون لديك هذا هذه الصفحة تظهر بالمتصفح وهي صفحة البداية وأيضا أن يكون لديك مشروع لارفال ها هو فيه هذه الملفات فهذه الخطوة رقم واحد التي يجب أن تكون لديك قبل أن تبدأ معي كنت تشعر أن ليس لديك المعرفة اللازمة حتى تستمر معي ولكنك تريد أن تعرف عن هذا الموضوع وتريد أن ترى هذه السلسلة فأنا أوصيك أن تراها بدون أن تطبخ فقط أن ترى الأمور وترى كيف تعمل لأن خلال هذه السلسلة أنا لن أقوم فقط بشرح كيف نقوم بذلك بلارفال وما هذا الموضوع وما ذلك الشيء لا بل أنا سأشرح المفهوم المفهوم الذي لا يتطبخ فقط على بل يتطبخ على كل أطر العمل في تطوير الويب على اختلافها واختلاف لغاتها فجميل جدا أن تشاهد لكي ترى كيف يعمل الويب وكيف يعمل هذا الموضوع مثلا الموضوع الأول لهذا الفيديو سيكون راوتينج مفهوم الراوتينج سيكون مطبق على كل شيء في الويب ليس فقط بلارفال فأنت أيضا ستتعلم عن هذا الموضوع وإذا وجدت أن بإمكانك الاستمرار فورا تطبق معنا التطبيق سيكون بتطبيق الكود وتطبيق هذه المشاريع العملية التي سنقوم بها فماذا يعني مشاريع عملية ماذا يعني مشاريع مصغرة الفكرة هي التالي هو أننا سيكون لدينا مفهوم معين عن تطوير الويب ومستخدم بلارفال سنقوم بتطبيق شرحه وتطبيقه على من خلال مشروع مصغر ليس مشروع طويل تقضي فيه ملايين الساعات لا فقط مشروع صغير جدا له فائدة ويشرح مفهوم واحد ربما نستمر بالمفهوم مثلا أو نقوم من خلال مشروع واحد نعرض أكثر من أكثر من مفهوم لكن لن يكون هذا بفيديو واحد فالفيديو الواحد سيكون مخصص لمفهوم واحد أو فيديوهين لمفهوم واحد وطريقة الشرح كما قلت ستكون الآتية بداية سأذكر اسم المفهوم الذي سأشرحه سأوضح عن هذا المفهوم ثم سنطبقه على آآ لا يظل بالكود وعندما ينتهي الشرح سننهي الفيديو والفيديو الذي يليه سيكون آآ لموضوع آخر أو يكمل نفس الموضوع إذا كان الموضوع الطويل الموضوع الأخير أننا سيكون لدينا فيديو أسبوعيا مشروع مصابر أسبوعيا نناقش فيه لاريفال وأفكار جديدة فيها وأيضا أفكار في تطوير الويب أو كيف يعمل أصلا تطوير الويب بطريقة عملية وأكيد لا ننسى أن الكود الذي سأكتبه في كل هذه الدروس سيكون موجود على من خلال الموقع الخاص به أو صفحتي والاسم المشروع والتي أنا سأضع رابطها في صندوق الوصف والذي يتابعنا لأول مرة انظر لصندوق الوصف دائما فيه أشياء وفي ذا وكل شيء أنا أذكره خلال الفيديو إذا كان رابط أو أي شيء آخر أنا أضعه في صندوق الوصف حتى ترجعون إليه كمرجع أو إذا أردتم وهذا فقط فإذا لنبدأ الدرس